ورجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بننامج ولا تعسروا الصفحة اللي دايما بتبع جسم النور بتخلينا مع بعض دايما ونفضل ماشيين مع مولانا سبحانه وتعالى ونفضل على طول سيرين في نور مجالس العلم ووصلنا لللبنة الثانية من اللبنات اللي بتشد وبتبني وبتبقى عمود أساسي من أعمدة الأسرة وهي التي جاءت في قولي تعالى هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع كلنا نفس واحدة من كتر حبنا بنبقى كالجسد الواحد من كتر تماسكنا إحنا جسد واحد فعشان كده الحب يا سادة شيء مهم جدا جدا وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا البر بالأباء والأمهات وشوفوا الصحابي حتى وهو لما أسلم وراح لحضرة النبي وسب أبوه أمه بيبكوا حضرة النبي قال له اذهب فأضحكوما كما أبكيتهما يعني إيه اللي حاصل بنوصل لحد أن حضرة النبي يقول له أن الحب في الأسرة ما ينفعش يفتت وأن الحب في الأسرة أنا بحب الحديث ده ليه لأنه بيفهمني أن الحب في الأسرة جزء من الإيمان وهو دوة اللي بيخلينا نقدر نفهم ده وعشان كده لازم نعرف أن الأهل والأم خصوصا ما لمشي علاقة بحلها إيه ولا قدمت لأولادها إيه فعن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعصلها قلت وهي براغبة فأصل أمي؟ قال صري أمك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت عليك أن أنت تصل لأمك يبقى احنا لازم نفهم ان المسألة مش مسألة هو قدم لي ايه عشان احبه لكن خلينا نقول ان الحب في الحقيقة مش هو يا سادة تلبية احتياجات ولا ان انسان يوصل ان هو يلب مطالب اولاده لكن الحب في الحقيقة حاجة مهمة قوي ان احنا كلنا كلنا الابناء والاباء الامهات والبنات كلنا نوصل ان الحب ايه يا سيدي الحب هو الامان كل واحد فينا يبقى امان التاني الحب هو الاهتمام كل واحد فينا يهتم بالتاني الحب هو الاحترام كل واحد فينا يهتم بالتاني التأدير كل واحد فينا يقدر التاني لما الحب يبقى كده مش هو فقط كل واحد فينا عايز من التاني ان هو يلب احتياجاته ويلب مطالبه لما الحب بيننا يكون بالربعية دي ان كل واحد فينا بيأمن التاني كل واحد فينا بيهتم بالتاني كل واحد فينا بيحترم التاني كل واحد فينا بيقدر التاني ساعتها الحب هيبقى بينور البيت بيخلي البيت كأنه موصول بالسماء بيخلي البيت نعمة بيخلي الأسرة أسرة مفتوح سقف بيتها على السماء ومنورة بنور ربنا طب نعمل إيه بقى عشان نوصل لده هنقول إجراءات بسيطة كده نقدر نقولها عشان نقدر نوصل ده كل يوم يقعدوا مع بعض كأسرة أحد اتكلموا عن المستقبل والسعادة وياريت بقى الإجراءات التانية يبقى عندنا مجلس أسبوعي كده نقرأ فيه شيء من سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيتعلق بمعاملة حضرته لأسرته زوجته وأبنائه هو ده شيء مهم جدا 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 ويبقى نتكلم عنه بسدر مفتوح وبكلام مليان صدق ومليان محب كمان جمعوا أولادكم وزوروا أهلكم مع بعض عشان يتعلموا قيمة البر والمحبة وآخر حاجة لازم نعملها يا سادة لازم لما حد فينا يكون محتاج التاني عشان هو موجوع لازم يروحوا يسمعوا الحب معناه أن أنت تقدي لحبيبك وقته لما يكون محتاجك لما نعمل الإجراءات دي ونعيش في الإجراءات دي وكل واحد فينا يقدر متعب التاني ولما يكون حد متعبان يروح يقوله أنا ممتني لوجودك في حياتي ولما يقوله أن أنا ممتني لوجودك في حياتي كل التعب ده تحيروح لما يقوله أن أنا فخور بك أن أنت ابني ولما يقوله أن أنا فخور بك أن أنت أبويا كل ما تعب بتروح الست إجراءات اللي احنا قلناهم دولة في أهم ما يكون عشان الحب يرجع تاني للبيوت